من جملة الملاحظات التي يمكن أن تحدث في عند نطق الشين ضعف صوتها بسبب ضعف الاعتماد على مخرجها فيكون الصوت هكذا بده يقول مثلا اشتروا بدل ما يقول اشتروا ماذا يقول اشتروا اشتروا او بقاء صوتها محصورا ضمن الفم بسبب عدم المباعدة قليلا بين الفكين فلا يتمكن الصوت من الخروج نحو اشتروا اشتروا تقديم مخرجها قليلا عن وسط اللسان فيخرج صوت مشوب بصوتي السين في نحو من من الشيطان من الشيطان فيها شيء من السين يعني تفخيمها ان جاورت حرفا مفخما نحو شاطاطا هنا جاورت مين الطاء ابرز الاخطاء عند نطق الياء غير المدية اولا المبالغة في الضغط على وسط اللسان عند النطق بها وخاصة ان شددت نحو اينما مرة ثانية اينما هذا المبالغة في الضغط اي اياك اياك هذا كل ما بصح خلط صوتها بشيء من صوت الغنى نحو الدنيا الدنيا ابرز الاخطاء عند نطق الضاد اولا ابدالها ظاء فقد ظل فقد ظل ظل غير ظل ظل يعني بقي ظل يظل ما يظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني ايش بقي بينما ضل ضل يضل ضد اهتداء من الاخطاء ايضا ابدالها دالا نحو تفيضون او ترك فراغ صوتي بزعم استطالتها نحو ولض ضل شايفين الفراغ الصوتي ولض ضل من جملة الاخطاء في نطقها قلقلتها والضاد ليست من حروف القلقلة لانها رخوة نحو وقضبا وقضبا هذا كل ما بصح اخراج غنة معها هذا من الاخطاء فضل الله فضل الله تمام اضغامها بما بعدها نحو اضطر اضطر كأنه عم ينطق شو طا مشددا عرَّدتم عرَّدتم نعم لابد من بيانها عرَّدتم ابرز الاخطاء عند نطق اللام تفخيمها في محل الترقيق نحو اللطيف اللطيف ترقيقها في محل التفخيم من الله اضغامها بما بعدها نحو أنزلناه أنزلناه شو لازم يقول زلناه يبين اللام من النون رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّنَّا تبهنا اضغام اللام القمرية في الجيم نحو الجبال هذا من الاخطاء عند نطق اللام خلط صوتها بشيء من الغنة نحو بِلَّه 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 شايفين مفروض يقول بِلْ بِلَّه نعم ابرز الاخطاء عند نطق حرف النون عدم اعطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها في نحو نستعين نستعين هذا شو عميل؟ بترها تبهنا كيف؟ لازم يعطيها حقها من الغنة لأن غنتها ناقصة كما ذكرنا منذ قليل وهي كما أسلفنا صفة البينية لكن من غير مبالغة يا أخواني من غير مبالغة يعني بعض الناس الله يهدينا جميعاً عم يقولوا رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحِيمُ شو عم يعميل؟ عم يبالغ فيه الضغط على هذا ما بصح ما بصح إخراج يعني قدر الصفة لا زيادة ولا نقصان المبالغة في عطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها كما في المثال السابق نستعين هذا إيش؟ زيادة عن اللزوم قلقلتها إذا سكنت نحو أنعمت عليهم هذا ما بصح تفخيمها في نحو النار تطنين غنتها التطنين أيها الإخوة هو الهز في المدود شو بيسموه؟ الترعيد في الغنان شو بيسموه؟ التطنين ونهى أئمتنا من قديم الزمان عن تطنين الغنات انتبهنا فتطنين الغنات هو ترعيد صوتها عند أهل النغم والموسيقى بيسموه العرب شو بيسموه؟ العرب وهذا عندهم مفخرة يعني اللي بيعرف ينشد أو يغني ويهزه الصوته في الغنة هذا شو بيعتبره؟ علامة المهارة يعني فإذا مدحوا أحدا بيقولوا عنده عرب جميلة يعني قصدهم إيش؟ هزهزة الغنة عندنا في القراءة هذا من عيوب القراءة واضح؟ مثاله من الجنة والناس أبرز الأخطاء عند نطق الراء إبدالها غينا أو صوتا فمويا عائما نحو الرحمن الرحيم تفخيمها في محل الترقيق وترقيقها في محل التفخيم مثل إيش؟ نعم إنما أنت مذكر شو لازم تكون؟ نعم مذكر مذكر نعم مريم شو لازم تكون؟ مريم المبالغة في تكريرها إذا شددت إذا كانت مشددة أو ساكنة نحو الرزاق اسمع؟ الرزاق أو يرجعوا يرجعوا هذا كله إيش؟ ما بصح نطقها شديدة القدامى بيقولوا محصرمة حصرمة الراءاتة نعم اللي هو بتروا صوتها نحو الرحمن الرحيم ضم الشفتين عند نطقها نحو أو وحمان يو وحيم كأنه عم يقول إيش؟ أو وحمان يو وحيم عدم بيانها إذا سكنت للوقف الحرف الأخير يعني خس اسمعوا؟ خس شو آخر حرف اسمعنا؟ الصين السيح تبهنا؟